أهلا بكم من جديد وصلت أسعار النفط العالمية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي واستترقب للأسواق طبعاً الاجتماع الفيدرالي الأمريكي مطلع الشهر المقبل كما تأتي الارتفاعات متأثرة بإعلان تراجع كبير في مخزون النفط الخامل الأمريكي واحتمالات أقدام تحالف أوبيك بلس على خفض جديد للإنتاج خلال اجتماعه المقرر في الرابع من ديسمبر المقبل نناقش هذا الموضوع بتفاصيل أكثر مع ضيفنا عبر سكايب محمد هشام المحلل الاقتصادي أهلاً أستاذ محمد أهلاً مسهلاً بك بدايةً التوقعات اللي بننتظرها من قرار الفيدرالي الأمريكي المرتقب في مطلع الشهر المقبل ما هي التوقعات؟ الفيدرالي الأمريكي لصبق سعر في الوقت الحالي أن يقوم برفع سعر الفايدة بـ 50 نوط أساس بنسبة 70% وأن يقوم برفعها بـ 75 نوط أساس بنسبة 30% هذه التوقعات أو هذا التسعير جاء من بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت طباط قوي خلال شهر أكتوبر إلى 7.7% وذي كانت أدنى مستوى للتضخم منذ بداية عام 2022 وتحديداً منذ يناير الماضي الأسواق أيضاً تراقب اليوم مساء حديث أو خطاب لجيروم باور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتأخذ منه تلميحات أو إشارات حول ما إذا سيقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بنفس الوتيرة التي قام بها خلال آخر أربع اجتماعات والفيدرالي قام برفع الفائدة بـ 75 نوط أساس أربع مرات على التولي في آخر أربع اجتماعات وفي توقعات أن تتباطى الوتيرة بالتدريج خلال الفترة القادمة تميل إلى هذه التوقعات؟ بالفعل هتتأكد مع المزيد من البيانات من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم صدرت بيانات نتج المحل الإجمال عن ربع الثالث وأصارت بعض الإيجابية بإنها التوصيف في القطاع الخاص النهاردة أيضاً أصارت إيجابية إضافة مزيد من الوظائف أيضاً تترقب الأسواق بيانات يوم الجمعة هي أهمة جداً بيانات التوظيف في القطاع الحكومي غير الزراعي ومتوقع أن ينضيف الاقتصاد الأمريكي حوالي 200 ألف وظيفة في شهر نوفمبر لكن هذه البيانات الإيجابية لا تمحي المخاطر المتوقعة على الاقتصاد الأمريكي تحديداً والاقتصاد العالمي خلال العام القادم ولكن هي تظهر بعض المرونة في الاقتصاد الأمريكي في ظل ما يواجهه من مخاطر قدوث ركود في الاقتصاد في ظل رفع سعار الفائدة بشكل قوي من الاحتاطي الفضرالي طيب ونحن نتحدث عن تحركات أسعار النفط بنتحدث عن أنه لتالة يوم على التوالي أسعار النفط بتحقق بعض المكاسب ما المتوقع بالنسبة للطلب الصيني تحديداً في هذه المرحلة؟ الصين تواجه أزمة حقيقية خلال الفترة الأخيرة مع استمرار فرض الإجراءات الصارمة للحد من انتشار فيروس كرام بشكل كبير وما يتواجهه من احتجاجات من العمال والشارع الصيني بسبب هذه الإجراءات الصارمة ويتؤثر بشكل كبير على الطلب ونشاط المصالح كما نعلم أن الصين هي أكبر مستورد للخام في العالم وعندما تتأثر أو تقل الطلب من دولة مثل الصين الطلب على الوقود فيها يكون مؤثر فيها الأسواق العالمية يدفع الأسواق للشعور بالمخاوف من قلة الطلب بالتالي يدفع الأسواق للتحاول ضد هذه المخاطر وتوقع الأسواق خلال الفترة القادمة هو ما يدفع الأسعار لإرتفاع ما توقع في نقص المعروض خلال الفترة القادمة بسبب ما تواجه الأسواق أو الاقتصاد العائم من حالة من عدم اليقين سواء من الصين وما تواجه من احتجاجات سواء من قرارات منتظرة من البنك المركزية ومزيد من رفع الأسعار الفائدة خلال الأسواق العالمي سنقلنا للحديث عن المتوقع من أوبيك بلس بنتحدث عن أنه مستقبل أسعار النفط عالمياً هيتأثر بشكل كبير في ظل توجه تحالف أوبيك بلس لمزيد من خفض الإنتاج برأيك الدوافع لأوبك بلس لهذا التخفيض في هذا التوقيت تحديداً ما الدوافع الحقيقية؟ أوبيك بلس كما ذكرت أسعار النفط حققت مكاسب على مدارة 3 أيام الأخيرة بشكل كبير جداً ولكن التوقعات في الوقت الحالي بعدما أشارت بعض الاحتمالات أن أوبيك بلس ممكن تبقي الوضع كما قررت خلال الاجتماع الأخير بخفض 2 مليون برميل حدت قليلاً من هذه المكاسب ولكن ستنتظر أوبما أوبيك بلس وهذا الاحتمال هو مرجح بشكل كبير انتظاراً لما ستقول إليه قرارات الاتحاد الأوروبي وحظر النفط الروسي ومن ثم ربما سيكون أوبيك توجهها أو أوبيك بلس توجهها بناء على ما سيحدث من هذه أو التبعات أو ما سيحدث في الجراء هذه القوانين أو الإجراءات التي ستتخذها للاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبعة ومن ثم أوبيك بلس ترى ما سيكون مليئ من الأسواق خلال الفترة القادمة في ظل بعض الأنباء التي قالت أنه ربما تكون هناك توقف أو إبقاء الوضع على ما هو عليه حتى تظهر مزيد من الرؤية خلال الفترة القادمة كويس يا أستاذ محمد أنه ذكرت النقطة الخاصة بتحديد سقف الأسعار بنتحدث عن أنه مش بس أسعار النفط بل الغاز أيضا هيتم طرحه على الطاولة وبنتحدث أيضا عن أنه في عدم توافق بين الدول الأوروبية عدم توافق كبير وصريح ما مصير هذه الخطوة برأيك؟ بالفعل هناك القسام شديد داخل الاتحاد الأوروبي وتحديدا من بولندا على رأس الدول التي تعارض تحديد سقف الأسعار للخام الروسي عند 65 إلى 70 دولار لأنها ترى أن الجانب الروسي يحقق أرباح طائلة من بيع الخام الخاص به خاصة أن تكلفة إنتاج البرميل في روسيا تقريبا حوالي 20 دولار وحاليا في الأسواق يتم بيع الخام الروسي في نفس النطاق الذي حددته مجموعة الدول السبعة وحلفائها فبولندا وإستونيا وأيضا عدد من الدول تعارض وترى أن سقف الأسعار يجب أن يكون عندها 30 دولار لتأثير على روسيا ومنع تمويل الحرب الروسية الأوكرانية وبالتالي لا يوجد حتى الآن تحديد وقت جديد للمحادثات أو اتفاق أو وصول الاتفاق لذا حتى يوم الاثنين المقبل إذا لم يتم الوصول إلى الاتفاق أو تحديد ما سيتم فعله بالنسبة لسقف الأسعار ربما سيتم تطبيق حظر على منتجات الخام الروسي بداية من 5 ديسمبر وتحديد أو تطبيق الحظر على منتجات البترولية الروسية بداية من فبراير من العام القاضي كل هذه العوامل ستدفع الأسواق للتقلبات الشديدة خلال الفترة القادمة لأنه كما ذكرت هناك حالة من عدم الوضوح وحالة من عدم اليقين التي تسود الأسواق وبالتالي الأسبوعين القادمين هم أسبوعين حاسمين في الأسواق المالية العالمية لأنه سيكون هناك اجتماعات لعدد من البنوك المركزية رأسية وسيكون هذا الاجتماع الأخير لعام 2022 ومنه سنرى ما ستقوم به أو ما صار رفع سعار الفائدة في البنوك المركزية الرئيسية خلال عام 2023 وأيضا الأسبوع القادم اجتماع أوبيك بلس الأسبوع القادم بداية تطبيق حظر النفط بيع حظر النفط الروسي عبر البحار أيضا عدد من البيانات الاقتصادية التي ستحدد شكل الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد أستاذ محمد هشام المحلل الاقتصادي أنا أشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات